قوائم جديدة شملت أسماء يمنية في قائمة الإرهاب والجهة التي أعلنت عن هذه القائمة هي وزارة الخزانة الأمريكية وشملت أسماء عديدة من مناطق متفرقة في اليمن من بين الأسماء عادل عبده المكنى بأبي العباس والذي يتزعم كتائب تحمل اسمه وتتمركز في الجبهة الشرقية لتعز أبو العباس الذي يبدو من خلال خطاباته وبعض المقاطع الصوتية المسجلة يحمل نزعة سلافية جهادية وليس له نشاط علني مسلح سوى انخراطه في المقاومة المسلحة لميليشيا الانكلاب وانخراطه بشكل رسمي ضمن قوات اللواء الخامس والثلاثين مدرع أحد ألوية الجيش الوطني في محور تاعز بحسب بيان الخزانة الأمريكية فإن سلطنة عمان ودولة الكويت هما أيضا من الدول التي فرضت عقوبات على الأفراد والكيانات باعتبارها أعضاء بما يعرف بمركز استهداف تمويل الإرهاب الذي لا يظهر أن له نشاطا إعلاميا ولا موقعا ألكترونيا ولا حسابا رسميا على مواقع التواصل الاجتماعي المركز الذي يبدو أنه مستقل ولا علاقة له بمركز اعتدال المركز الذي افتتحه العاهل السعودي والرئيسان الأمريكي والمصري في مايو الماضي في الرياض وهو كما قيل عنه مركز عالمي لمكافحة تطرف لم يظهر للرأي العام قبل هذه المرحلة بحسب متابعين فإن التوثيق المعلوماتي في المؤسسات الرسمية والبحثية الأمريكية فيه دقة استقصائية ومسألة التوظيف السياسي للإرهاب أمر وارد كما أن توقيت إطلاق التهم يخدم أجندة سياسية بعينها اليمن من أكثر البلدان معاناة من الإرهاب ومن أكثر البلدان معاناة بسبب السياسات الخاطئة في محاربته وغياب المعركة الحقيقية في مكافحته والتي ستكون نزهة وشفافة لو شملت الفاشية والأنظمة القمعية والانقلابية باعتبارها جذر الإرهاب أسماء جديدة تم إعلانها في القوائم بالإضافة إلى أسماء سابقة تم إدراجها البعض منها على علاقة بالشرعية ودول التحالف العربي ليبقى السؤال الأهم كيف سيتم التعامل مع هذه الأسماء وفق المعطيات الجديدة خصوصا على صعيد المواجهات المسلحة الدائرة على الأرض